فحبه برضه اعرف من حضرتك اولاً لو حد جاله رسالة او جاله لينك او جاله ايميل شاكك فيه ازاي ممكن يتأكد لو حد بالفعل وقع في الفخ بقى هل ممكن يتصرف ولا هو كده خلاص السؤال مهم جداً اولاً النوعات دي من الرسالة اهملها تماماً خلي بالي ان انا ما شاركش معلوماتي الحساسة زي المعلومات البنكية مثلاً وانا موجود في مكان عام شغال على شبكة في كوف شوك مثلاً دي ان ما بقاش عارف تأمين الشبكة وصل لأي احد اخلي بالي من نوعية البرامج اللي انا بنزلها هل هو برامج موصوق فيها ولا برامج غريبة معرفهاش من اشخاص غريبة ان دي ممكن تحصل انها تستولى على معلوماتي برضه احنا عارف منين ما هي دي توعية يعني ما قديش اقول والله انا لو دخل على الموقع الخاص بالمنصات الكبيرة ما عندي شوية مشكلة انما لو واحد بقى عامل ابليكيشن باسم غريب ببص على العدد التنزيلات من الابليكيشن دي هالفي خمسة منزلين الابليكيشن دي ولا في خمسمائة مليون منزلين الابليكيشن دي فهي محتاجة نوع من انواع التدريب عشان كده بقى مهم جداً المفاهيم البسيطة دي تبقى موجودة حتى داخل البرامج الدراسية واحنا بنشوف النهاردة حد مثلاً زي وزارة الاتصالات بتعمل برامج توعية على مستوى المدارس وعلى مستوى الجامعات وبقى فيه افلام خصصة توعوية موجودة على الصفحات الرسمية علشان نوعي الناس ان الموضوع ده هي خطر جداً ان انا بتبرع بمعلوماتي بيتم الصياد التصيودي بيتم اختراق المعلومات بيتم استغلال الكلام ده قد يصل الى مفهوم بقى الفيديا ان انا يروح افلي الكمبيوتر بتاعي وتلفون بتاعي احياناً بيقدروا يتحكموا يعني حتى في كاميرا التلفون كل حاجة حضرتك طبعاً وبالتالي انا ممكن اتعرض للابتزاز بقى كمان ومنتعرض ان يجي لنا عشان يشيل هذا الابتزاز اتطرى اكفع فدية عن طريق العملات المشفرة في غنى عن هذه النوعية والمشاكل بالقليل من الوعي بالقليل من التركيز حقيقة ودي زي ما قلت لحضرتك هي لاست مرتبطة بسن ولا مرتبطة بمرحلة علمية ولا خلفية ثقافية كلنا مدام داخلين على هذه الشبكة احنا محتاجين نعرف حاجات بسيطة اوي والموضوع ده اه مصعب اه انما لو تم اختراق حسابي انها بتواصل مع المنصة او بتواصل مع البنك او بحيث انه غير لي المعامل امام بتاعي رائع